يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكل أهلوية بداية حلقة جديدة من السادسة تحياتي للجميع حقيقة يمكن بعد التعادل المؤلم مع سموحة في حالة غضب واضحة للجميع حالة غضب حقيقة بتمس كل من له علاقة بحب النادي الأهل والغيرة على اسم النادي الأهل وأنا متفاهم تماما كواحد من الجماهير أنه إزاي أنت تحس بحالة من الاستياء نتيجة مش هقول النتيجة على فكرة يعني أنا عارف أنه تقريبا تقريبا أغلبية الناس زعلانا مش من نتيجة المباراة ومش من أن احنا فقدنا نقطتين مهمين جدا كانوا يوسعوا الفارق في صدارة الجدو لكن الناس زعلانا أكتر من شكل الفرقة وزعلانا أكتر من الأداء وزعلانا أكتر وأكتر من غياب الروح يمكن دي الحاجات أنه ياما مطشاط وياما بطولات وياما ألقاب خسرناها وكا جمهور ما حسناش بحالة الغضب دي كنا حسين أنه التيم بتاعنا الفريق بتاعنا أنه العيبة بتاعتنا أدوا لعليهم وزيادة وفي النهاية النتيجة دي بتاعت ربنا ربنا كان موفقهم وكان يومهم بيبقى الموضوع لصالحنا كان عاكس بيقول خلاص الناس عملت العليها وما كانوا شي حاجة أكتر من كده ممكن تعملها لكن لكن وحط تحت كلمة لكن وده اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيه النهاردة بهدوء شديد جدا لأنه اللحظة دي والتوقيد ده تحديدا في منتهى منتهى الخطور ووزن الكلام وعقله كويس وليك مطلق الحرية في النهاية برضو أنك أنت تعمل اللي أنت عايزه وأنا ما أقدرش وما عنديش القدرة أن أنا أجبرك على شيء لكن تعال أنه نحسن بالحسابات بالراحة الشديدة جدا وعندي كلام كتير جدا لأنه معاول الهدم اللي اشتغلت من ساعة المباراة دي انتهت أنا عارف أنه المرحلة على بعضها حساباتها مقلئة وخصوصا أنه تقي الجاي ورا يعني أنت لسه يدوبك في مرحلة التسخين فإذا كنت في مرحلة التسخين ده شكلك وده أدائك وده مستواك يبقى اللي جاي هيكون عامل إزاي هو ده هو ده مبعث القلق والتوتر والخضة على فرقة النادي الأهلي لكن هل لو كان الأهلي كسب مثلا مطش سموحة كانت الدنيا بقى التمام يعني هل لو الأهلي كسب المباراة دي كانت الدنيا بقاش فيها مشاكل وكان الفريق ده كويس والعيبة دي كويسة وما كانش حصلت ردة الفعل ده أو ردة الفعل دي أسئلة كتيرة جدا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم بهدوء شديد جدا ونحسب حساباتنا ونرجحها مرة واثنين وثلاثة عشان احنا رايحين على الصعب والصعب ده محتاج تكاتف كبير جدا من كل من له علاقة باسم النادي الأهلي بكيان النادي الأهلي بتكلم على إدارة كنت بتكلم على جهاز فني بتكلم على جهاز إداري وطبي كنت بتكلم على لعبين وبالتأكيد لازم أتكلم عن الجمهور اللاعب رقم واحد طول عمره في مشوار ومسيرة النادي الأهلي خلينا نروح لفاصل ونرجع نقول كلام مهم جدا في حلقة النهاردة من أسادسة تابعونا 24 ساعة طبعا على مطش بكرة تتاريخ مواجهات الأهلي والسيراميكا فرقة محترمة طول عمرها الحقيقة من ساعة لما ظهرت في دوري الممتاز بتقدم كرة محترمة وعملين تدائمات وعندهم لعيبة على أعلى مستوى وفي رأي الشخص يعني ما بقيتش بتفرق يعني انت عندك سيراميكا مطش سيراميكا بكرة عندك يوم اتنين مواجهة بيراميدز وبصرف النظر عن أسماء المنافسين يعني بصرف النظر انت هتلاعب مين في ايه مطشة الأهلي كلها بقت مهمة وصعبة مطش مبارح خليني أقولك انه ممكن يكون بيلخص مرحلة يعني من بعد توقف افتكر كده معايا هتقول مطش المقاولين هتقول مطش الطلايع هتقول مطش فيوتشر هتقول مطش سموحة هتقول مطش فاركو كلهم شوها بعض تختلف النتيجة والاتحاد طبعا تختلف النتيجة يختلف او يتباين اداء لكن الحالة العامة انه الاهلي قبل التاقف غير الاهلي بعد التاقف فيه نقطتين مهمين جدا عشان معاول الهدم اللي شغله معاول الهدم انا بتابع تقريبا يعني ان لم يكن كل فمعظم ان لم يكن كل الصفحات او الاكاونت او الحسابات اللي على السوشال ميديا اللي بتخص النادي الاهلي عشان بحب اشوف الجماهير بتاعت الاهلي بتتفعل ازاي وبترد تقول ايه سواء كان فيه نقد نقد بناء نقد هدام او فيه اشادة احب كده ايه اشوف الجمهور بتاع الاهلي على السوشال ميديا بتتفعل ازاي مع الصفحات اكد ظن نص الصفحات اللي بيظهر فيها ناس او باسم النادي الاهلي ولابسين تيشرت النادي الاهلي هتلاقيهم لابسين تحت التيشرت دي فانيلا بلون تاني وجزء كبير جدا منهم يا اما بيخلص حسابات قديمة يا اما طمعان في حسابات جديدة ليه بقول الكلام ده عشان مرة تانية ارجع وكلم معك في التوقيت ما فيش خلاف ما عنديش اي خلاف مع اي حد انا معاك في نفس الناحية انا قاعد معاك جنبك على نفس الترابيزة في حالة رضا عدم رضا في حالة غضب في حالة توتر في حالة قلق من اللي جاي عشان نبقى متفقين ده احساسي كواحد من جمهور نادي الاهلي لكن انا ببص للتوقيت وببص لشكل الهجوم الشديد جدا على النادي الاهلي وكل من يمثله ناس بتهاجم مرسال كولر والجهاز الفني ناس بتهاجم ادارة النادي الاهلي ناس بتهاجم اللعيب ولم يسلم احد من هذا الهجوم السؤال هنا عشان بس نقيم الامور بشكل موضوعي الموضوعية هنا مهم جدا والهدوء هنا مهم جدا 28 اكتوبر 28 اكتوبر النهاردة ما فاتش شهرين على التاريخ ده انا بكلمك في سيزن فات انا بكلمك في شهرين فاته كان في النادي الاهلي بنفس اللعيبة بنفس الجهاز الفني بيلعبوا ماتش السوبر امام الزمالك وفاز الاهلي بنتيجة 2-0 حكايات وروايات واشادات باللعيبة وبمرسال كولر وبالنادي الاهلي وبحكمة الادارة في التعقدات وفاكرين طبعا يعني الحالة دي مش بعيدة قوي احنا بنتكلم في بداية الموسم ده فجأة بعد اقل من شهرين بقت اللعيبة كلها لا تصلح وبقى مرسال كولر مش هو ده المدرب اللي عليه العين وانه ادارة الاهلي اخفقت في الاستعداد للموسم على الرغم على الرغم انه حسبيا ورقميا تعالى نتكلم بالحسابات وبالارقام ما زلت لغاية النهاردة ما زلت لغاية النهاردة في صدارة جدول الترتيب يعني انت ما فقدتش صدارة الجدول ما فقدتش فرصتك على تحيي اللقب والبطولة تمام؟ ده نمرة واحد احنا اتفعنا في الاول ان احنا مش راضين بس شان ما حدش يقعودي يقول ايه بنطبل وبناء مش قصتي خالص ومش هدفي خالص انا هدفي انه الفريق ده ياخد بطولة افريقيا والفريق ده يعمل بطولة كاس علم محترمة وطموحي فيها كبير جدا يعني طموحي اكبر من البرونزي انا نفسي اشوف الاهلي بيلعب نهاية البطولة يكسب بقى يخسر بس هلعب نهاية البطولة هيبقى انجاز عظيم جدا واعتقد ان كل جماهين نادي الاهلي بنسبة 100% هتكون راضي السؤال عشان نحقق الاهداف دي واعتقد ان ده ككل اهداف كل جماهين نادي الاهلي عشان نحقق الاهداف دي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نهد المعبد على اللي فيه؟ يعني احنا لما نهد المعبد على اللي فيه هنوصل للي احنا عايزينه؟ اذا كان حد ممكن يقول لي اه هنوصل للي احنا عايزينه يلا نهده انا معك لكن ازاي نصلح وازاي نلحق نفسنا وازاي نراجح حساباتنا وازاي نستفيد بالميركاتو والميركاتو واحد من اهم العناصر اللي لم يكن اهمها على الاطلاق في تدعيم الفريق لان الفريق محتاج دعم ومحتاج كواليتي مش موجودة في الدول المصري وانا قلت الحقيقة انه الاهلي لما يفكر في ميركاتو على ادارة النادي الاهلي انها تاخد في الحزبان مستوى الاندالة هتنفسها على مستوى دوري ابطال افريقيا وعلى مستوى سوبرليج افريقيا وعلى مستوى بطولة كسر عالم ده الكواليتي اللي انت محتاجه شانتحها الاهداف دايما انا ببص على او يعني المعيار عندي هي الجاب الفارق او الفوارق عموما يعني بين الاهلي وبين كل الاندالة بنفسها عاملة ازاي هل الفوارق كبيرة جدا ولا هل الفوارق قريبة جدا ولا مفيش فوارق اساسة وبينعني عليها افكر ازاي ادعم بحيث انه الفوارق دي تزيد ويبقى فيه اريحية زي ما عودنا الاهلي طول عمره وهو بيعف في الدول المحلي ما بقاش فيه اي نوع من المعاناة ممكن كبوة ممكن day off ممكن مطش يتخطف منك اتنين بنت يروحوا هنا تلاتة بنت يجوا كده لكن في العموم الطبيعي انه الاهلي بيكسب بمطالق اريحية ده مستوى النادي الاهلي اللي احنا نعرفه واللي احنا مستنينه واللي احنا عايزين نشوفه طول الوقت فالمركاتو نقطة مهمة جدا نمرة اتنين الحسابات في الفريق يعني النهاردة لما تيجي انت شخصيا كواحد من جماهير النادي الاهلي تشارك في الحاملة اصلا هي حاملة ممنهجة هي حاملة ممنهجة الكل كان منتظر سقطة زي دي او تراجع مستوى زي ده عشان يخبط ويكسر في الفريق فبالتالي تنتهي فرصه في المنافسة ويبقى الموسم بالنسبة له منتهي مين ليه مصلحة في ده هل الجماهير الاهلي الحقيقية جماهير الاهلي الوعية ممكن تشارك في حاجة زي كده اغضب كما شئت كلنا زعلانين كلنا غضبانين رغم زي ما قلتلك انه الاهلي مخسرش المباراة الاهلي لم يخسر مباراة واحدة منذ بداية الموسم حتى وهو في اسوأ حالاته الاهم واللي لازم نتفع عليه كجمهور هو ازاي نصلح ده ازاي يرجع الاهلي بتاع بداية الموسم ازاي يرجع الاهلي ازاي الاهلي يبقى جاهز في خلال فترة عشان كده بقولك التوقيت ده مهم جدا جدا لانك تقريبا ما عندكش وقت تقريبا ما عندكش وقت انت بتتكلم على بطولة العالم خلاص شهر يعني حتى عشان الصفقات الجديدة تيجي وتخش وتندمج وتخش يعني في الفرقة محتاجة وقت فما نكملش بقى على الفاضل يعني مش من الصحة ومش من العقل ومش من المنطق ان احنا نكمل ابدا على الفاضل خلينا نروح لتمرنت الفريق الاخير النهاردة قبل مواجهة سيراميكا بكرا ان شاء الله معنا زماننا محمد توفيق من داخل نادي الاهلي يا محمد مساء الخير اتطمن منك على تمرنت النهاردة وكواليس بقى اليوم الاخير قبل مواجهة سيراميكا بكرا في الجولة العشرة من بطولة الدولة بسهل الخير الفريق والتوفيق معاه في كل المباريات يمكن على طول بعد مباريات سموحة مفيش فرصة على طول كان تدريب بالامس صباحا سبق طبعا محاضرة فيديو ومن بعده كمان تدريب ما كانش في راحة للفريق والنهاردة التدريب يعني زمان نقول الاساسي والاخير قبل مواجهة سيراميكا بكرا بإذن الله المقارنة لها غدا بإذن الله في الجولة العشرة يعني يمكن معناوية اكثر من رائعة حالة تركيز تام في الفريق ان شاء الله كمان تكلل مجهود كل الجهاز الفني واللعابين بتحقيق الفوز بكرا وعودة تانية لنغمة الانتصارات اللي ما غابيتش يعني كتير يحمل احمد الكلم بس في مباراة واحدة ما كانش التوفيق مع الفريق وانا فاتت عادل زي ما انت قلت الفريق ما خسرش فيها وان شاء الله ما يخسرش لنهاية الموسم ممكن نهاردة على طول الفريق جمع فيه تمام خمسة ونصف كان فيه قبل التدريب محاضرة الجهاز الفني بيتكلم فيها عن ابرز الجمع الفني اللي بيانوا ان شاء الله يعني طبقها بكرا كمان كان فيه محاضرة في ارض الملعب كابتن صاح حفيز اتكلم مع اللاعبين عن اهمية المباراة واهمية هذه المرحلة بتتكلم احمد من بكرا سلامة كلوباترة يوم الاتنين على طول بيرامز يوم الخميس فما فيش رفاهية الوقت زي ما كنت بتتكلم مباراة مضغوطة شكل كبير جدا اهم حاجة ربنا يسلم كل لعبتنا ان شاء الله ويبن عنهم الاصابات علشان يكون الاسكوايد كامل كمان عاوزك يعني طبقنك على مجموعة اللاعبين المصابين او الغائبين عن التدريبات هذه الفترة طهر محمد طهر خلاص فيه يعني زي ماقول له امطار الاخيرة من برنامج التأهيلي وقريبا جدا ان شاء الله يكون موجود مع الفريق برسيتاو كمان اطبقنا عليه يعني الدكتور احمد ابو عبل الطبيب الفريق ورئيس الجهاز الطبي اكيد ان هو ماشي بمعادرات احسن كمان لكات موضوع عليه وان شاء الله يكون موجود مع الفريق قبل المدركات محددة لغيابه كمان يعني مصطفى سعد بقادي برنامج التأهيلي بشكل اكثر من رائع اكرم توفيه بقى يعني ان شاء الله يكون قريبا مع الفريق فقارة فرصة باذن الله يمكن من دي وانا على طول يا احمد للاصابة اكرم كنحريس مع الجهاز الطب هنا في النادي الاقلي ان يوضع له يعني برنامج علاجي قبل كمان اجراء العملية البرنامج ماشي بشكل كويس اكرم موجود كل يوم بيعمل يعني علاج طبيعي في الجيم الخاص بالنادي الاقلي مع الجهاز الطب هنا في النادي عشان يكون جاهز في اي وقت هيكون موجود بيعمل العملية يكون جاهز من اول يوم على طول ان يواصل التأهيل ويكون ان شاء الله فقارة بوقت مع الفريق باستثناءة كده كل اللي عبين حالتهم الفنية والبدنية والنفسية اكثر من رائعة امكن على طول كلام من الجهاز الفني كابسا حفيز مستر مارس الكوري المدير الفني الفريق عن اهمية هذه المرحلة ينقصنا بس يا احمد دعم كل جمهوري النادي الاهلي ودعواتهم وتوفيق ربنا اولا واخيرا وان شاء الله يكونوا القدم للنادي الاهلي ويقع دائما النادي الاهلي في المقدم اكترا طبعا في الكادر يمكن من الاخبار اللي كانت معنا ارضى انه طاهر ممكن يكون جاهز قبل ماتش بيرامدز عندك معلومة ممكن تأكد او تنفي كلام ده توفيق من طبعا دكتور احمد ابو عبلا رئيس الجهاز الطبي في نادي الاهلي يعني عشان نتكلم بمنتهى الامانة هو فيه سيستم كده بقى جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي من مستر مارس الكوري رحطوا كل المعاونين اللي شغالين معاه انهم ما بحبش حط موعيد غير لما يكون شايف اللي يبقى قدامه في الملعب وشايف انه قادر نشارك في المغلق لكن طهر زي ما قلتلك المعلومة الاكيدة والضقيقة انه خلاص زي ما بقول في الامطار اخيرة من برنامجه التأهيلي وان شاء الله قريبا جدا هيكون موجود مع الفريق ولكن ما نقدرش نجزم انه يكون قبل مباراة بنامز خاصة انها مباراة صعبة جدا ما اعتقدش انه يكون فيه مجاسفة غير بالطمئنان عليه داخل ارض الملعب نفسها زي ما انا بكلمك الوقت حالا اخر فقرة فيه الميران وهي التأسيمة منشارك فيها جميع اللاعبين باستثناء المصابين ان شاء الله يكون الجهاز الفني موفق فيه المجموعة اللي اختارها ان شاء الله للدخول في معسكر المغلق يعني هذه الليلة اللي في احد الفنطق القريبة من ملعب برادة الاهلي بإذن الله غدا على استياد القاهرة امام سلاميك كلوباترة زي ما قلتلك يتبقى فقط دعم كل جمهور النادي الاهلي وتوفير ربنا اولا واخيرا وان شاء الله يحمد القادم افضل وطول ما جمول النادي الاهلي في ظهر اللي عيبته وفي ظهرنا دي اعتقد ما فيش اي خوف على فريق النادي الاهلي سواء في كورة القدم او اي لعبة تانية بإذن الله رب العالمين حقيقي بشكرك زميل عزيز محمد توفيق من نادي الاهلي الجزيرة دي كانت تمرنت نادي الاهلي النهاردة والحقيقة يمكن انا يعني يعني فكرة انه انه جمهور الاهلي بعظمتها بمواقفها تكون حضرة في التوقيت ده اعتقد هو ده الدعم والسند اللي الفريق يستحقه يعني الفريق ده على فكرة فرحنا الفرقة دي او يعني اجيال قبل كده انا بيكلم عن الفرقة دي الافراد دول الاسماء دي فرحتنا كتير جدا وما اثرتش الحقيقة في الوقت ووجهة ظروف صعبة جدا جدا وما فيش اصعب على لعيب الكورة انه سيبك على فكرة من قصة التلاحم اه طبعا يعني انا فاهم من فكرة تلاحم المواسم وضغط المطشاط اكيد طبعا بتمل يعني اكيد كلعيب كورة بتمل وطول الوقت مطالب انك تحقق بطولة وطول الوقت مطلوب منك كل ده يعني يعني شيء صعب على لعيب الكورة وانك طول الوقت مسافر وطول الوقت في بطولة من بطولة لبطولة وما بتشوفش اهلك ما بتشوفش ناسك ما بتشوفش بتاخدش اجازاتك بس دي ضريبة تيشرت النادي الاهلي ودي ضريبة انك تكون نجم من نجوم النادي الاهلي لكن في نهاية واحدة من اصعب الحاجات على فكرة بحسها دايما مع الجيل ده هو غياب الجمهور اللعيبة دي ويمكن دي حاجة طبعا يقينا دي ما فياش نقاش يقينا الاهلي واكتر المتضررين منها من عدم وجود الجمهور في المدرجات يعني ملعب الاهلي والسلام لو كان موجود فيه او مليان بكل ساعة وجمه النادي الاهلي بالتأكيد الاداء والمستوى ده ما كانش اكيد تعلمنا كده وشوفنا ده كتير جدا كان الجمهور فعلا هو اللعب رقم واحد كان الجمهور في عزم الفريق بيبقى مغلوب او متأخر لغاية الوقت الاصلي ما بيخلص كان الجمهور هو اللي بيحرك الحجر الجيل ده محروم من ده فما ينفعش بقى في العالم الافتراضي والواهمي والسوشال ميديا عاديين بيكسر في كل الناس قول رأيك كما شئت لديك مطلق لحرانك تعبت لكن مين يلعب ومين ما يلعبش مين وحش ومين كويس كل دي مجرد اراء واجهات نظر في النهاية صاحب القرار واللي عنده قدرة حقيقية من وقع متابعة يومية رجل بيشوف في الملعب قدامه مين وقف على رجله ومين بيشتكي من حاجة مين وصل مستوى للفني الكويس يسمح له بمشاركة أساسية او لازم يقعد على الدكة هو اللي بيحط الخطة هو اللي بيقيم المنافس وبيدرسه وبيشوف أفضل طريقة اللي مواجهته هو الموديل فني حتى كابتن محمود الخطيب نفسه ما قدرش الدخل في ده فبالتالي خلي كل واحد يعمل دوره ودورك كجمهور بس هو الدعم وعندي كلام كتير جدا هكمله معك في السادسة بس هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم التانجو تانجو برضه يعني ويمكن جزء كبير جدا من الناس اللي بتحب الكرة الارجنتينية ومنتخب الارجنتين انها قدمت نجوم كتير واساطير كتير جدا في لعبة كرة القدم وكانت واحدة من اكتر المنتخبات بالمناسبة الحقيقة هي انفرضت طبعا بعد فوزها الاخير في مونديال قطع عشرين اتنين وعشرين بالمركز الثالث من حيث عدد ألقاب بطولة كاس العالم برصيد ثلاث ألقاب كان معاها فرنسا لقبين كان معاها رجوية لقبين وكانت الارجنتيني قبل البطولة لقبين لكن قدرت الحقيقة نتحق لقب الثالث عشان تيجي وراء البرازيل خمس ألقاب إيطاليا أربع ألقاب ألمانيا أربع ألقاب وألمانيا خطفة من الارجنتين بس لقبين نهائيين كسبت فيهم ألمانيا الأرجنتين لكن في النهاية ما تدعوش تنسى أساطير كتير جدا منهم واحد من النجوم بما أنك لو كنت تبعت منتخب مصر طبعا في كاس العالم إيطاليا تسعيني بقى أكيد تعرف جابريال كالديرون واحد من النجوم المنتخب الأرجنتيني في البطولة واحد من النجوم طبعا فريق بي أش جي وبالمناسبة هو درب منتخب السعودية المنتخب الوحيد اللي قدر نكسب منتخب الأرجنتين في كاس العالم كان المدير الفني لي في فترة من الفترات واضفنا في أسادسة من خلال الفيديو كونفرنس نقابله بس قبل ما نبدأ مع الكلام نرحب بيه ونشكره طبعا على وقته وعلى موافقته على المشاركة معنا في أسادسة أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي إنه لصرف كبير لي أن أكون معكم من الأرجنتين أنا يمكن شايف بس في الباكراوند أنا فاكر كويس قوي إنه نسخة تسعين النهائي الأرجنتين وألمانيا كانت الأرجنتين ما بتلعبش بالزيد تقريدي الأبيض في اللبني كان بتلعب بتيشرت الزرق وشورت الأسود وأنا بيتهالي دي هي تيشرت اللي موجودة معانا في الكادر أو موجودة معاك في الباكراوند نعم كما ترى هذا هو المونديال الشباب في توكيو وهذا القاميصة الخاص بمونديال 82 في إسبانيا والأخير الخاص بمونديال 90 في إيطاليا مبروك طبعا لازم أبتدي معاك وباركلك على تتويج الأرجنتين ببطولة كاس العالم الأخيرة وأعتقد أنه ما زالت ردود الأفعال في العالم كله يعني أنا حسيت بتعاطف كبير جدا طبعا الناس اللي بتحب المنتخب الأرجنتيني بتحب كورتل تانجو وكمان الجمهور اللي كان متعاطف وكان نفسه إنه ليو ميسي يفوز ببطولة كاس العالم قبل ما يودع الملاعب شفت البطولة إزاي وشفت تتويج الأرجنتيني إزاي في البطولة دي لقد عشت الحدث كما عاشه جميع الأرجنتينيين بسعادة كبيرة بفهمنا لكورة القادم المباراة الأولى أمام السعودية لم تكن بمستوى المنتخب الأرجنتيني ولهذا أعتقد أن المونديال هذا كان ممتازا بالنسبة لجميع الأرجنتينيين هتكلم معك عن منتخب الأرجنتيني هتكلم معك عن منتخب السعودية بما أنك أنت قدت الفري في فترة من الفترات والحقيقة يمكن المنتخب السعودي ظهر بشكل مميز جدا في نسخة دي من كاس العالم بالمناسبة أنت كنت واحد من نجوم بي أش جي يهمني أسألك وكان يمكن من الواضح أن فيه توتر في العلاقات ما بين فرنسا وبين الأرجنتين بعد النهاية اللي جمعهم في بطولة كاس العالم إزاي بتشوف مستقبل اللاعبين اللي بيلعبوا في فرنسا وأولهم طبعا ليوا ميسي هل تتاقع أنه يستمر في وجوده في البي أش جي ولا من الأفضل لي أنه يعني يروح لمحطة أو مرحلة تانية في مشواره أعتقد أنه لا يوجد توتر التوتر كان في الصحافة فقط الأرجنتين فازت باستحقاق بكاس العالم أعتقد أن الأمر سيزيج نتحدث فقط عن كرة القدم الأرجنتين فازت باستحقاق إذا كان ميسي سعيد في باريس سان جرمان فسيكمل مسيرته في الفريق فرنسا ستكون سعيدة ليس بخسارة المونديال ولكن بأن ميسي بطل العالم لأن كل الجنسيات سعيدة بأن ميسي فاز بكاس العالم لأننا نتحدث عن كرة القدم وحتى الفرنسيين إذا كانوا يشعرون بالحزن فهم سعداء من أجل ميسي يمكن أنت في كاس العالم يعني زملت ولعبت مع واحد من أهم أستطير كرة القدم على مدار تاريخها ديجو أرماندو مارادون وبالتأكيد طبعا تباعت ميسي هل بتشوف أنه تتويج ميسي بالبطولة أو بتحقيق لقب كاس العالم للأرجنتين طبعا دي لقطات من نهاية كاس عالم إيطاليا 90 جمعت بين أرجنتين وألمانيا وكسبة ألمانيا المباراة دي أنا فاكر 1-0 هل شايف أن المقارنة ما زالت قائمة بين ميسي وبين ديجو أرماندو مارادون ولا ميسي استطاع أن يحسم المقارنة دي لصالحه بتتويجه ببطولة كاس العالم وهو اللقب اللي كان بينقصه بالنسبة لي لا توجد أي مقارنة في رأيي الشخصي مارادون كان أفضل لاعب في العالم في فترتي في حقبتي وميسي هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي وفي آخر 15 عاما هو الأفضل لا أرى أي ضرورة لعقد هذه المقارنة من أفضل من الأخر بالنسبة لي كل واحد منهما كان الأفضل في حقوبتي هذا بالنسبة لرأيي الشخصي ميسي أعلن أنه البطولة دي هي البطولة الأخيرة لي مع المنتخب الأرجنتيني هل بتشوف أنه منتخب الأرجنتين مرحلة ما بعد ميسي هيعاني ولا يستطيع أنه يظل واحد من أبرز المرشحين للمنافسة على كل ألقاب ويمكن طبعا تحتقالات سكلوني نجح فتحي كوبا أمريكا ونجح أيضا فتحي بطولة كاس العالم حلم الأرجنتين حسب ما أفهمه أن ميسي سيواصل مسيرته في المنتخب لا أحد يعلم إذا كان سيشارك في المنديالة المقبل لأننا نتحدث عن ثلاث سنوات مقبلة بالطبع ميسي أن منتخب الأرجنتين سيفتقد لاعب مهم للغاية هذا بطبيعة الحال رأيك في سكلوني ليونال سكلوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني والنجحات اللي قدر يحققها مع المنتخب الأرجنتيني سواء بالتتويق بلقبين مهمين طبعا لقب كوبا أمريكا بداية ثم طبعا التتويق باللقب الأكبر والأهم لقب بطولة كاس العالم حدث معي نفس الشيء عندما جئت لمنتخب السعودية لم أكن أمتلك الخبرة الكافية كمدرب وقمنا بتصفيات كانت هي الأفضل في تاريخ السعودية أعتقد أن نفس الأمر حدث مع سكلوني لقد جاء للمنتخب الأرجنتيني بدون خبرة سابقة وبما أنه فاز بلقب كوبا أمريكا وبكاس العالم فأعتقد أنه من أفضل المدربين الذي جاء هو مدرب شاب وأعتقد أنه يستحق أن يطلق عليه لقب الأفضل لأنه فاز بهدين اللقبين خليني أسألك بما أنك برضو كنت مدير فني المنتخب السعودي ويمكن كانت الخسارة الوحيدة التي تعرض لها المنتخب الأرجنتيني كانت من السعودية بنتيجة 2-1 إزاي شفت تطور الكرة السعودية إزاي شفت شكل مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كاس العالم لقد شاهدت المنتخب بحالة جيدة للغاية المنتخب السعودي لقد فاز على الأرجنتين ليس من السهل أن يفوز بمباراة في كاس العالم وبالأخص أمام منتخب مثل الأرجنتين كنا نرى أن المنافسين لمنتخب الأرجنتين نظريا هم أقل من منتخب الأرجنتين ولكن منتخب السعودية أثبت العكس ونافس بشكل قوي كنا نعتقد أنه من الصعب أنه يتخطى الدورة الأول ولكن هذا شأن المنتخبات الكبرى فمنتخبات مثل ألمانيا وبلجيكا ودعت من الدورة الأول ولكني أعتقد أنه قدم مستوى طيب السؤال اللي جاي ده ممكن يكون بشكل يعني أو بآخر يعني مرتبط بالكرة في الأرجنتين اللي تعودنا يعني في أجيال كتير جدا بداية من جيل 78 مع كامبس طبعا ورفاقه لوحاو وأول لقب بطولة كاس عالم ثم جيلك أنت وجيل مارادونا وفالدانو وبروتشاجا وبعد كده أورتيجا وخوان سبستان فيرون وزانتي وجابريل باتيستوتا وغيرهم وليكلمي وغيرهم كتير من النجوم في وفرة كبيرة جدا من اللعيبة المهرة يمكن ده مش بس على مستوى الأرجنتين لكن على مستوى العالم كله هل تراجعت مستوى المهرة أو هل لعب الكرة المهر الحريف ما بقاش عملة مطلوبة زي الأول وبتشوف إزاي ده من خلال حتى بمتابعتك لبطولة كاس العالم الأخير الأرجنتين تمتلك في كل الأوقات لعبين موهبين الحقيقة أن هناك عديد من المدربين لم يستطعوا أن يظهروا أفضل أو يخرجوا أفضل لدى اللعبين في أجيال مختلفة ميسي شارك في خمس بطولات كاس عالم وإسكالوني تأهل لنهائي قادر منتخب لنهائي كوبا أمريكا أمام براسيل ولكن الأرجنتين دائما ما كان لديها لاعبين كبار خليني أسألك فيما يتعلق ببي أس جي بما أنك كنت واحد من نجوم طبعا ببي أس جي والنهاردة ميسي بيلعب في نفس الفريق بريس سانجر هل شايف أنه تحقيق لقب كاس العالم هيخفف من الضغوط على ليو ميسي ويخلي فيه فرصة للفريق الفرنسي السنة دي فيه تحقيق لقب بطولة الشامبيونزيج ولا تعتقد أن الفرصة صعبة ميسي دائما هو الأفضل في العالم على مدار 15 عام ولهذا أعتقد أن هناك ضغط على اللعب بالطبع بريس سانجرمان يريد الفوز بلقب دوري الأبطال لأنه يمتلك ميسي ويمتلك كيليان مبابي وأعتقد أن هدف إدارة بريس سانجرمان هو إخراج أفضل ما لدى اللعبين لكي يتوجه بلقب دوري الأبطال ولهذا أعتقد أنه يمتلك لعبين كبار فيجب أن يفوز بلقب دوري الأبطال زي ما بدأت معاك بالكلام على تيشرت منتخب الأرجنتين يعني اللي أنت لعبت بيهم أو مسلت منتخب الأرجنتين بيهم ظهر معاه في الكدر يمكن على شمال تيشرت الزرقة بتاعت منتخب الأرجنتين أعتقد دي تيشرت بتاعت فريق بريس سانجرمان لكن الغريب بالنسبة لي تيشرت البرازيل وتيشرت حمرة جنبها مش قادر أعرف هي تيشرت إيه هذا هو قميس ألمانيا في نهائي 90 في إيطاليا وهذا قميس فريق الارجنتيني وبجواري ريسنج الارجنتيني وريال بيتيس وباريس سانجرمان كل الفرق التي لعبت لها جابريل كالديرون بشكرك شكرا جزيلا ببارك لك مرة تانية على تتويج الارجنتين ببطولة كاس العالم ودايما الحقيقة يمكن جزء كبير جدا من الجمهور الكرة في مصر أنا بيعشق التانجو الارجنتيني يعشق ميسي وعشق دي جارماندو مارادونا وجابريل كالديرون واحد من أهم النجوم طبعا اللي شفناهم في الملاعب أشكر حضراتكم على هذه الاستضافة وتحياتي بشكل خاص لجماهير الأهل في القاهرة وأنا معجب للغاية بأهرامات الجيزة أتشرف للغاية بوجودي معكم بشكرك شكرا جزيلا شرف لينا وطبعا دعوتك لزيارة مصر وزيارة الأهرامات طبعا دعوة مفتوحة شرفنا النجوم واحد من النجوم المنتخب الأرجنتيني يزورونا هنا في مصر ولو يسعدنا طبعا ويشرفنا أنك تكون موجود معنا على الهوى هنا على شاشة الأهل في السادسة ده شيء يسعدنا ويشرفنا جدا بشكرك طبعا نجم الأرجنتين في مونديال 90 واحد من النجوم بي أجي والمدير الفاني السابق للمنتخب السعودي جابريال كالديرون كلامنا على مطش بكرة كلامنا على اللي جاي كله مش بس مطش بكرة إنه زي ما قلت لكم مش هتفرق مين بنلعب مع مين وفي مسابقة ايه أو في بطولة ايه كل مطشاط الأهلي اللي جاي مهمة كل مطشاط الأهلي اللي جاي صعبة محتاجة تكاتف عشان نقدر نعدي من اللي احنا فيه ونوصل للأهلي بالشكل اللي يتمنى ويفخر بيه ويسعد بيه كل أهلاوي كلام كتير مع نجم حلقة النهاردة كابتن أشرف ممدوح في السادسة بعد الفاصل وأنا بشوف الأسماء الحقيقة في تكرت اللحظات سعادة كبيرة جدا كان فيها جمهور النادي الأهلي بسبب النجوم دول وغيرهم طبعا ومعنديش شك الحقيقة إنه الجيل ده واحد من أكتر الأجيال المميزة أنا مش هحكي لك ومش هبدأ معاك القصة من أولها ومش هفكرك ببطولتين أفريقيا ومش هفكرك ببطولتين سوبر ومش هفكرك ببرونزيتين كس عالم منهم واحدة حققها فريق الأهلي ده بنص قويته الضربة يعني مش حققها فول تيم فول سكوات حققها بنص قويته الضربة لكن هبتدي زي ما ابتديت معاك ولي ما تبعناش من البداية خليني أعيد وزيد وأقول مرة تانية إنه الفرقة دي من 28 أكتوبر أو من 29 أكتوبر تاني يوم مطش الأهلي والزمالك في السوبر مصر كلها كانت بتتغنى بيها الاستوديوهات التحليلية كلها كانت بتشيد بعظمة مارسيل كولر وكانت بتشيد بفرقة النادي الأهلي اللي استعادت شكلها واستعادت رونقها واستعادت بارقها والناس كانت بتقول إنه الأهلي هياخد الأخضر واليابس فبالتالي مش من الموضوعي وأنا معاك في نفس خانقة الغضب ونفس خانقة الزعل من شكل الأهلي مش في مطش مبارح بس في الأربع خمس مطشات الأخيرين وعايزك تبقى معايا أنت كمان في إنه ما ينفعش في التوقيت ده ما نوقفش الفرقة دي على رجليها ما ينفعش وإنت عندك مطشات كل يومين وتلاتة ورايح في خلال 30 يوم تلعب بطولة كاس عالم وبعدها ترجع على مشوار دور مجموعات في دولة الأبطال إنك إنت تهد بدل ما تسند وتوقف وتقوم في رقيتك خليل نتكلم أكتر على الأهلي في كل اللي جاي مش بس في مطش السيراميكا وعاحد من ولاد النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي كابتن أشرف ممدوح اللي غاب علينا في السادسة بقاله فترة طويلة بيرجع علينا مرة تالية النهاردة متقلق دايما نقول له مساء الخير وأهلا وسهلا يا أشرف مساء خير أحمد وحشتني جدا الحياة وسعيد جدا جدا بوجود معاك ويعني طبعا كل سنة وكل الأم إسلامية وكل العالم بخير وصحة وسعادة سنة جديدة إن شاء الله تكون خير على كل الناس على مصر تحديدا إن شاء الله إن شاء الله يعني كنت في أول حلقة قلت إنه الجماهير طبعا لها حق لها مطلق الحق إنها تبقى زعلانة وتبقى غطبانة وتبقى قلقانة وتبقى متوترة مش من النتيجة وقلت قبل كده إنه يا ما خسرنا مطشات ويا ما خسرنا بطولات بس كانت الجماهير بتبقى راضية وتزعل على فقدان اللقب لكن ما تزعلش من الفرقة تزعل إنه خسرت مطشة أو خسرت بطولة بس تحس إنه اللعيبة في الملعب عملت العليا والزيادة ومش مطالب ما كانش في إمكانياتهم أو في مقدورهم يعملوا حاجة أفضل من كده فكان الموضوع لكن حالة القلق الممزوجة بالغضب دي يمكن تكون بتلخص مش بس مطش سموحة لكن بتلخص مرحلة ما بعد التوقف إحنا كنا قبل التوقف ماشيين كويس جدا والعالمة كابلة تقريبا في كل البطولات وحققين لقب في بداية الموسم مهم جدا على سبيل زماليك لقب السوبر كانت الناس راضية ومبسوطة وحاسة إنه الفريق وابلاك كانت المفرونزيت كاس العلم وابلاك أنا بتكلم على مرحلة كولر يعني مع بداية الموسم راجل كسب في أفريقيا بره وجوه كسب كاس سوبر مشي في الدول كويس وما زال بالمناسبة يعني الأهلي تعادوا الإمبارحة على النتائج حسب النتائج لما تيجي تبص على جدوى الترتيب أنت ما زلت في صدارة الجدوى بس في حالة قلق إنه المطشاط ما بعد العودة من التوقف أشرف الأهلي كأنه فيه هزة الأهلي كأنه فيه حاجة غلط المرحلة دي إجمالة شفتها عزيزة weighs بس ماتشت Bill وإيه الأسباب التباين في المستوى ما قبل عما بعد طيب خلينا نتكلم أنه ده حال جمهور الناد الأهلي دائما يعني احنا متفقين لو أنت أنه دائما جمهور الناد الأهلي لا يرضى أبدا إلا بالصدارة في كل البطولات ولا يرضى أبدا إلا بالأداء الجيد المرضي لجماهير الناد الأهلي يعني خلينا متفقين على ده وللأسف حال كرة القدم الفترات الأخيرة مع السوشيال ميديا اللي أصبحت يعني رهيبة جدا جدا بتسبب ضغوط كتيرة جدا جدا على كل المنظومة مش بس على الجهاز الفني ولعبة النادي الأهلي ومجلس إدارته ولكن أصبحت بسبب ضغوط كبيرة جدا جدا بتؤثر بشكل كبير جدا على أداة اللي عمين داخل ملعب خلينا اتفق على ده تماما لأني شايف أنه النادي الأهلي وهاخد من كلامك وقول أنه النادي الأهلي من بداية الموسم اتفقنا أنه البداية سليمة في وقت راحة ومدير فني جديد ابتدى يشوف مين اللي هرحل ومين اللي هيستمر معاه ابتدى يشوف السفقات يعني كانت بداية جيدة واستمر بشكل جيد ببطولة السوبر ابتدى في أربع خمس مباريات من بداية الموسم بشكل رائع جدا أداء ونتيجة حتى في دور أبطال أفريقيا في دور المجموعات وبالتالي البداية كانت مميزة جدا ورائعة جدا ومازال حتى زيد لحظة النتائج بشكل يعني انت تسع مباريات فوز في سبعة تعادل في المبارياتين عايز أقول بس أنه كرة القدم ما فيهاش فوز طول الوقت ما فيش حد بيكسب أو بيفوز كل المباريات خلينا أطرح عليك الأسئلة اللي كنت أسألها لناس وعايز الناس يعني تجاوب على الأسئلة دي يعني كل واحد بيلي وبين نفسه يجاوب على الأسئلة دي هل لو كان الأهلي يكسب مباري بنفس الأداء ده كان هيبقى نفس رد الفعل؟ ولكن البعض من جميل النادي الأهلي والشوية يعني متابع بشكل جيد فريق كرة القدم في النادي الأهلي عارف أنه الأداء المنحنة خلينا نتفق برضو وما نبقاش بنخرج عن المنطق أو الطبيعي الأداء شوية ابتدى يقل أو يعني أقل شوية من بداية الموسم وبالتالي أقل كتير يعني بارح ماتش مبارح مصر أقل كتير أقل ماتش فاركو لا حتى رغم المكسب يعني تكسبت الماتش ده لكن أقل كتير ماتش فيوتشر لا مش الأهلي خالص يا فهم في ماتشات مش إحنا مش مش كورتنا مش الأداء اللي ابتدى بيه مستر كورر معناد لألأ أبا كامل نفس الفرقة دي مش السيزن اللي فات ولا السيزن اللي قبل أبا كامل نفس الفرقة دي نفس السيزن ده من أيام من قبلها بأيام كان في حالة فوقان يعني في حالة رضا عام من كل الجماهير أنه الجهاز الفني ماشي كويس صحيح والفرقة ماشي كويس وإحنا مبسوطين ومتطمنين حصل التوقف رجعنا نلعب لا في حاجة غلط ده خليها انطباع نقول لأغلب الناس متفع على الكلام لما توقع ماشي بشكل جيد سواء على مستوى الأداء أو مستوى النتائج وبيحصل توقف أعتقد بيحصل شوية نتائج سلبية مش على مستوى النتائج على مستوى الأداء لأنه بتفقد شوية الحماسة بتفقد شوية الأداء البدني والزهني خاصة الزهني داخل الملعب وده شوية بيفقدك نسبة كبيرة جدا جدا من أدائك اللي كنت بتقديه قبل التوقف أنا شايف أن ده على فكرة على كل الفرق مش بس النادي العلي يعني لو شفت كل الفرق سواء زمالك أو بيرامدز أو سموحة أو المصري أو الإسماعيل كل الفرق أداءهم صحيح قبل التوقف كان أفضل من دلوقتي وبالتالي هتاخد وقت شوية لغاية ما تعود مرة تانية لأدائك الطبيعي خاصة للتركيز داخل الملعب والأداء الزهني داخل الملعب لللاعبين بياخد فترة شوية عشان يقدر يرجع مرة تانية طيب أنت محتاج إيه الفترة الجاية يعني عشان تقدر تفوق وترجع مرة تانية بس قبل ما تروح لحتة دي فضل يعني أنا هاخد الرشيدة مني فضل وأتحدد لي الأدوار لأنه الجمهور لي دور طبعا اللعب أكيد أكيد ليها دور الإدارة والتدائمات طبعا ليها دور الجهاز الفني بالتأكيد برضو ليه دور فبتالي كل أحد مطلوب منه يقوم بالدور بتاعه لأن احنا كلنا وراء في ظهر النادي الأهل يعني كلنا عايزين النادي لأنه يقول ده الجمهور يا أحمد لأنه فيه ناس بتنتقد أنه القناة هنا بتدعم سواء أنت ماشي صح أو غلط يعني وده مش سليم مش صحيح أنت هنا بتقول الصحيح واللي صح واللي في مصلحة النادي الأهلي بغض النظر عن أي شيء وبالتالي أنت النهار ده بتقول فيه دور لمجلس الإدارة وفيه دور للجهاز الفني وفيه دور للعبين وفيه دور للجمهور وفيه بالفعل فيه أخطاء بتحصل وبالتالي لازم نحط عليها سبوت عشان نقدر نصحح ونمشي بطريق سليم هو ده دورنا ودور القناة ودور الناس اللي بتحب وطعش تلك الناس أنا هنا بقول بدوري يعني أنا هنا لازم والإعلام برضو ليه دور وخصوصا في مواجهة إعلام الفضاء الخارجي اللي جاية من منصات سوشال ميدي احنا مش عارفين مين بيحركها ومين بيمويلها والناس اللي في السيديوات التحليلية اللي من شهرين بس كانوا بيتغنوا بفرقة النادي الأهلي وبتغنوا بمقصة الكولر وبتغنوا بينجوم النادي الأهلي كريم فؤاد وبرونوسافيو وعبد المنعم ومتولي مش دول كانوا محل إشادة والناس صلع بيهم سابع سامة نهاردة الفرق كلها مرة واحدة كده بقت محل هجوم شنيع حقيقة على كل المنصات أنا كأهلاوي ممكن أبقى زعلام من نجوم فرقتي لكن في النهاية أنا بحب النادي الأهلي أنا بحبش أشخاص ما بحبش أسماء بحب طبعا النجوم دي لكن النادي الأهلي اسم النادي الأهلي بالنسبة لي في حتة تانية فهدفي أنه الأهلي يرجع في مكانته الطبعية وده ممكن يحصل إزاي هو ده اللي أنا بتكلم فيه مع عشر بس أنا يهمني التقييم الموضوعي يعني النهاردة أنا بقول في 28-11 بعد ماتش السوبر الناس كلها كان بتقول أنه الفرقة تمام وإحنا مش محتاجين حاجة النهاردة بتقولك لا الفرقة كلها مش تمام وكلها غلط وإحنا ماشيين غلط في غلط والإدارة غلط والجهاز الفني غلط واللعيبة كلها غلط طب يا هنعمل إيه يعني نبطل نلعب بقى وما نروحش نشارك في كاس العالم ولا ما نلعبش ده يعني هنعمل إيه إحنا لازم نشوف إيه اللي مطلوب يتعمل الخطوات اللي جاي التباون ده يوم فوق في أعلى سماء ويوم تحت في سبع أرض بإزاي بالنسبة للأراء الناس أراء الجمهور وأراء المحللين شوف منفعش أبدا إنك تكون منجرف بهذا الشكل يعني منفعش تكون بتدعم أو بلاش تدعم خليني أحد محايل أو فيه تبالغ يعني مبالغة في كده مبالغة بهذا الشكل في أراءك التحليلية يعني حتى كرة خدم ببساطة شديدة جدا فيه تباين في الأداء خلال الموسم وبالتالي لما يكون عندنا فيه سبب وسبب منطقي جدا إنه الجميع جميع في فرق الدوري بعد التوقف بالفعل هتاخد وقت شوي عشان ترجع مرة تانية إحنا متفقين هنا إن فيه تراجع في مستوى بعض اللاعبين في النادي الأهلي أدى لهذا المستوى حتى ميستر كولر يعني بناء على تصريحاته إنه شايف إنه يعني مش طبيعي التباين في هذا الأداء أو إنه التوقف ده أدى فعلا إلى إنه بعض اللاعبين تراجع أو مستوها تراجع في الفترة اللي فاتت محتاجين إنه نقف فيه أدوار طبعا لازم نتكلم فيها ولكن إنه ما نفعش بالفعل المبالغة بازل شكل في إنك بتتكلم بشكل جيد جدا على فريق أدى مبارياته في الأولى بأداء رائع جدا جدا زهني وبدني وفني على مستوى النتائج على مستوى الأداء على مستوى اللاعبين وعودتهم مرة تانية حتى بتتكلم في بعض اللاعبين كانوا بعيد جدا أحمد ميستر كولر إيد يرجعهم مرة تانية زي كريم فؤاد وبعض اللاعبين اللي كانوا بعيد وابتدى يرجع مرة تانية في لعيبة بدأت الموسم بفرما عالية جدا يعني حمدي فتحي أليو ديانج كريم فؤاد متولي طبعا عبد المناء وكانوا بعيد أكرب توفيق أه أنا وكانوا بعيد على أسماء ما كانتش ليها دور يعني طبعا هم كلهم لعيبة جبار بس الناس تقول اللعيبة دي ما كانتش ليها شكل مشاركة أساسية أوليها دور كبير أو السنة بتولي تقريبا كان غيب على المشهد تولي سيزن ظهر في آخر ماتشاط كريم فؤاد مرة أخر لو فيك تكلمنا عبد تولي وقلنا أنه هل هيقدر يعود بالفعل قدر يرجع مرة تانية معه وتلقى أشهد من الجميع وانضم المنتخب مصر أكرم توفيق كريم فؤاد كان مفاجئ بشكل كبير جدا وتغيير مركزه بهذا الشكل وتوظيفه بهذا الشكل هل فكرة المركاتو الشتوي والتسريبات والأخبار المغلوطة والإشعاعات يعني معرفش ممكن تندلك تحت مصطلح بس فكرة ده غضبانه عايز يمشي ده جايله عرض ده وكيله جاب عرض ده الأهل هيمشي ويعمل صفقة تبادلية هل فكرة الأخبار اللي بيتم تدولها الفترة الأخيرة دي على انتقالات رحيل لعبين من نادي الأهلي أو لعبين الأهلي محتاجهم لها جزء أو تتحمل جزء من مسؤولات تراجع مستوى التركيز عند اللعيبة أو عطاءهم أو مجهودهم في المرح عامة بتؤثر بشكل كبير على اللعبين ولكن الكلام اللي أنا بقولك أنا واثق منه أنه كابتن سيد عب حفيز بيقفل تماما تماما على أي أخبار ممكن تتسرب أو تخرج من نادي الأهلي وبيقعد مع اللعبين وجلسات كتيرة جدا جدا من كابتن سيد عب حفيز عشان يمنع هزيل أو أو يمنع التشتيت اللي بيحصل نتيجة الأخبار المغلوطة دي وبالتالي عايز أقولك أنه الإشعاعات اللي موجودة دي هدفها إيه هدفها أنه في هذا التوقيت النادي الأهلي مش في شكل جيد في الدوري يعني أنا بأكلمك في تسع مباريات مبارياتين تعادل نفوز في سبع لقاءات نكلم في خمس ست لقاءات من التسع لقاءات دول أداء ولا أروع فيه دروب حصل فيه سوء أو تراجع في الأداء صحيح ومتفقين على ده ولكن ده ما يدينيش مبرر أنه يبقى فيه هجوم بهذا الشكل على فريق النادي الأهلي وهجوم على ميستر كولر وهجوم على اللاعبين أنا أول مرة يعني عمري ما تخيلت أنه ممكن يبقى فيه هجوم بهذا الكم على لعب زي محمد هيني نتيجة أداء مباراة يعني ممكن نقول يعني 50% مثلا ما عداش بالشكل سيء جدا ولكن بالنسبة 50% ما بيحصلش ده في النادي الأهلي بهذا الشكل ولكن عايز أقول أنه في منصات أخرى بتساهم في أنه الغضب الجمهيري ده يتزايد ويتواجد في النادي الأهلي عايز أقول أن الفترة دي هي أهم فترة أهم فترة يا أحمد من جمهور النادي الأهلي لازم يتواجد فيها في مدرجات لازم يتواجد فيها مع دعم جمهور اللعبين لا السوشيال ميديا أحمد خليني مش بس المدرج السوشيال ميديا مهمة جدا جدا واللعبين النهاردة الموبايل أصبح يعني مش اللعبين بس كلنا يعني مين النهاردة بيدرش يمسك موبايل أو ما بيمسكش موبايل ويشوف الأخبار ويشوف كل حاجة وبالتالي لازم جمهور يدعم بشكل كبير جدا جدا متفقين أن في لازم يكون فيه تدعيم الفترة الجاية وأنا وأنت قبل بداية الموسم هتخذني للإدارة أنا أستنى الإدارة شوي لسه مع اللعيبة شوي لأنه بالتأكيد اللعيبة وصل لها حالة الغضب وحالة التوتر اللي عند الجميل وحالة القلق كمان الناس مش مرتبطة بس أنت متصدر خلي بالك أنت كل ده وانت متصدر بفرق نقطتين لو كان مبارادي مثلا خسرت فيها الصدار والمنافس تقريدي كسب فكان هتبقى يعني إيه اللي هيحصل إيه فخليني بسمع اللعيبة إيه المطلوب من اللعيبة التركيز أنا عايز أقول عايز أدي لك مثال بمنتخب مش هقول منتخب الأرجنتين عشان هو فاز بكاس العالم لكن هقول أنه قد إيه الدور الدور اللي ممكن يقوم بيه اللعبين الكبار في الفرقة وقد إيه ممكن اللعبين يقوموا بدور مع بعض لصالح فرقيتهم ولصالح نديهم لو بنتكلم عن المتخب الأرجنتين مثلا في هذه البطولة قد إيه التكاتف اللي كان موجود والهدف التارجت اللي كان موجود وقد إيه دعموا بعض في هذه البطولة عشان يقدروا يوصلوا أنا مش عايز أقولك أن المتخب الأرجنتين مش الأفضل من وجه نظر لا لا خالص مش الأفضل خالص في كاس العالم ولكن هناك أسباب كتيرة جدا جدا تخليهم يحصلوا على هذه البطولة وانت راضي وانت كمشجع بتقول لا منتخب الأرجنتين يستحق عمل اللي عليه يستحق عمل اللي عليه والزيادة كمان لأنه مش كرة بس فيه فيه روح وفي إسرار وفي تكاتف وفي تركيز على هدف وفي تيومورك في تيومورك هو ده عشان كده بنقول أنه النادي الأهلي لو فاكر أنه انت تكلمنا لما حصلنا على بطولتين من التلاتة اللي فاتوا لأفريقيا بهذا الجيل قلنا أنها دي روح الفنال الحمر وروح لعبة النادي الأهلي والتيومورك اللي موجود محتاجين نرجع لده تاني محتاجين لعبة تركز بشكل كبير محتاجين نتكاتف مرة تانية عشان نقدر يعني نرجع لمستوانا مرة تانية وإن شاء الله نتخطى هذه المرحلة بالتأكيد الكبات إن الكبار ليهم طبعا وفيش خلاف فكرة أنك تلم الفرقة وتوحد الهدف وتخلي كل مركز وتخلي كل بيطلع أفضل ما عنده فكرة أنك أنت في المطش بتاع بكرة بتقول للعيبة إحنا بكرة جايين صالح جمهورنا دي الأهلي وانطمنوا إنه الفرقة رجع على الطريق وقدرة تروح بطولة كاس العالم وتشرفكم وقدرة تروح بطولة أفريقيا وتنفس على لقبهم خاصة أنك عندك الخمات عندك الإمكانيات يعني لا تكلمش على فريق مثلا 50% إمكانيات فنية وبدنية وزينية لا بتكلم على فرقة هي بطلة أفريقيا فرقة بتنفس على كل البطولات وبالتالي أنت عندك الإمكانيات البشرية والفنية وزينية فتقدر تعمل ده تمحتاج بس إعادة التركيز إعادة التكاتف الروح الكبيرة جدا جدا اللي كانت موجود هنا قط اللبس طبعا قط اللبس لا خلاف عليها وأنا دايما بقول كلام ده أحمد إن قط اللبس عليها عامل لا يقل عن 80-90% من أدائك داخل ملعب والنتاج اللي بتحققها أي فرقة كرة في العالم صحيح عايزة جيلك أنا هاجي طبعا الميستر كولر لأنه مطلوب من ميستر كولر شغل كتير جدا لفترة اللي جاية لأنه خد بالك وانت بتتفرج على الفرقة انت بتقرأ أو بتقيم أو بتشوف بتحاول يعني على حسب إمكانياتك تقرأ شغل موديل فني أو بصمة موديل فني في التحركات في جمل في بساط في السلام في التسلم كل ده بسؤول عنه الموديل الفني في المقام الأول أخير لكن قبل ميستر كولر أنا حابة بقف مع دور الإدارة وجمالين النادي الأهلي النهاردة مركزة قاوي 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 أشرف مع المركات الشتوى مع سوق الانتقالات ومستنية تشوف الأسماء مش الصفقات يعني هي مش فكرة الصفقات خالص هي مستنية تشوف الأسماء اللي تعمل إضافة اللعيب اللي ممكن يكون لواحده يشيل فرقة صحيح اللعيب اللي ممكن يخلص مباراة يعني شكل المركات وكما يتمنى أشرف مضوح عمل اسمحلي ومفيش حد يزعل مني يعني أنا بتكلم هنا للصالح العام الصالح النادي الأهلي اللي صالح كيان النادي الأهلي عندنا عندنا فيه مشكلة كبيرة جدا جدا في التعاقدات يعني أنا عايز أقول وأعتقد أنتكلمت أنه قبل كده أن التعاقد مع لاعب مش بس النهاردة أنا شفته في المباراة أو اثنين أو ثلاثة أو هو كان هدف البطولة مثلا إنسان اللي فاتت فأتعاقد معاه ممكن الهدف ده ما يكونش مناسب طريقة لعبي ممكن ما يكونش طريقة لعب وبتفيدني وبالتالي لابد من متابعة متابعة اللجنة الفنية اللي موجودة لازم تكون بتتابع اللعبين اللي هيتم التعاقد معاهم في يناير دول فنيا وبدنيا وزهنيا وسلوكيا كل هذه صفات والسمات لازم تتوافر في اللعب قبل ما تم التعاقد معا خاصة إنك بتتكلم في النادي الأهلي بطل أفريقيا النادي اللي بيشارك في 5-6 بطولات خلال موسم واحد قرية وعالمية سواء في مستوى كاسة علم أندية أو بطولة أفريقيا وبالتالي ده تموح لعي على الفكرة يعني مشاركات الأهلي وإنجازات الأهلي دي تموح لأي لعيب في الدنيا طبعا وأكبر لأندية كمان مش بس اللعبين وبالتالي ومش في مصر بس أنا مش كلم على مستوى مصر أنا بيتكلم بتأكيد على مستوى أفريقيا وما فيش منع كمان نروح على مستوى أمريكا الجنوبية يعني برونه سابيو جاي وهو بيحلم أنه يلعب كاسة علم مع ندي وبالتالي لا مش عايز أقول تقصير أو تكاسل وفي النهاية أنت المحترفين أجانب بتتحرك في اسم اتنين بالكتير قوي تلاتة لو جبت اتنين تحت السن لكن الأهم على المستوى المحلي لو أنت بتفكر مثلا تدعم بلعبين في محترفة أنا شايف عندنا لعيبة أساسا في مصر أنا شايف أن المستويات كلها أصبحت متقربة بشكل كبير جدا جدا والأفض يعني أنا شايف أن الفترة اللي جاية في طريقين هو طريقين يعني تنظري أنه دول الأفضل لندلهاية الفترة الجاية أولا الاهتمام بشكل كبير جدا جدا بقطاع الناشئين في الندلهاية لأنه وأعتقد هنتكلم في ده بس أنت خدتني لحلول طويلة المدى ماشي أنا بكلم في الفترة دي خلينا طويلة الأجل أو الأمد دي لابد من التعامل مع قطاع الناشئين الفترات اللي جاية بشكل جاية أنت بتكلم عن ناشئين أو بتكلم على خاصة في ذلك الظروف الحالية اللي موجودة في مصر وفي العالم مش أجلس خاص مش أجلس خاص مش أجلس خاص أنا واحدة من الحلقات هنا قدمنا الأصغر اللعابين اللي شاركوا في بطولة كاس العالم الأخيرة في لعابة شاركت في منتخبات كبيرة قوي زي أسبانيا وزي ألمانيا 16 سنة 17 سنة يعني يا حاجة يعني اللي حينا بيكونوا اليوم هنا ناشئين الشباب حتى ناشئين بتكلم على مستوى دولي وبتكلم على مستوى كاس عالم وبتكلم على مستوى متحبات أجبر المستويات وأعلى المستويات خليني بس هنروح لفاصل وهنشوف كده مجموعة من الأرقام اللي رصدت مشاركة اللاعبين الشباب في الدوريات الخمسة الكبرى في بطولة أفريقيا مدون الواحد وعشرين ونشوف تبتيب مصر مهمة يعني نسحة تسبوت عليها عشان نعرف احنا ماشييني ازاي ونشوف تبتيب مصر فيها بين دوريات تونس والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا هنشوفها بس بعد الفاصل الأرقام والأحصائي اللي حضرتكم شفتوها دي حسب مرصة كرة القدم بترصد معدل مشاركة اللاعبين اللي هم تحت واحد وعشرين سنة في أكبر خمس دوريات على مستوى قارة أفريقيا دوري المصري واحد منهم مع الدوري الجزائري دوري التونسي الدوري المغربي والدوري الجنوب أفريقي ودي الدوريات اللي أبطالها مسيطرين على نسخ الدوري أبطال أفريقيا تقريبا في العشر سنين الأخيرة التونس في الصدارة تمانية وتلاتة من عشرة في المية بعد كده الدوري الجزائري خمسة في المية الدوري المغربي أربعة فصل تلاتة في المية الدوري الجنوب أفريقي تلاتة وتنين من عشرة في المية وآخرهم في الترتيب الدولي المصري 2.5% أقل نسبة أقل نسبة ومش بس هي فكرة أقل نسبة فكرة أنك أنت برضه وده نقطة في غاية الاعتبارة النهاردة كجمهور سيبك من الإدارة وصيبك من لجانة التعقدات وإلى آخر ووكلاء اللعبين أنا كجمهور لما أجيب أبص كجمهور أهلي لما أجيب أبص على الدولي المصري وأقول أنا عايز صفقات من الدولي المحلي أنا بصراحة أحطار سيبك من المحترفين الأجانب حتى لو يلعبوا في أندية تانية في الدولي المصري لأن في أندية نجحت في أنها جيب صفقات حقيقة محترمة جدا والعيبة على مستوى كفاءة عالي جدا 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 لكن أنا أتكلم عن اللعب المصري فكرة أنك تطلع الدولي ده يبقى يعني أنا آسف على اللفظ في تفريخ للعابين في كوادر جديدة وأسماء شابة تطلع كل سنة تحدث الفارق نحن كنا نتكلم قبل فاصل ألمانيا بتلعب العيبة تفرج على جمال موسيالة تفرج على جاكوبو موسيالة في ألمانيا جاكوبو في هولندا بيدري وجابي في أسبانيا فأنت بتكامع العيبة صغيرة في السن جد في بداية العشرونات يعني تكلم في بداية العشرونات من أيام أحمد فتحي مش فاكر حد تاني طلع كان فلتة كده ولسه يعني مش عايز أقول مش عايز أكون متشائم ولكن الأسوأ قد يعني أنت متخيل أنه قطاعات الناشئين في مصر ابتدت تعتمد أكتر على اللي مع فلوس يعني وأكيد أنت تعلم هذه المعلومة أو عارف هذه المعلومة هي كرة في مصر عموما اللي مع فلوس هي بقى بيلعب كرة يعني أنت متخيل لأنها بقت رياضة وممالستها مكلفة وبالتالي لا مش كده كمان أنت النهاردة الأندية في مصر معظم الأندية في مصر بقت تعتمد على القطاع الاستثماري يعني الأندية زي ما حسمي يعني لأنها خلاص بقت وقع وبقى موجودين والاتحاد المصري شايل إيده من الموضوع وبالتالي أنت بتقتل كل المواهب الموجودة في مصر بأنك بتعمل حاجة اسمها قطاع الاستثماري بتبيع الفرق دي اللي عايز يلعب بيدفع يعني 2003-2004 دي الأكاديميات الخاصة لا مش الأكاديميات دي فرق بتلعب بطولات خمس ست لعبين موجودين كأساسيين والباقي بيدفع من 25 ل 30 و 40 ألف جنيه عشان يبقى موجود بإسم نادي المقولين في هذه الفرقة أو بإسم نادي الإنتاج أو بإسم نادي أمبي متخيل متخيل على مدار خمس ست سنين هتقتل كام موهبة في كل هذه الأجيال اللي جاية أنت مش تبقى موجود عند القطعات للناشئين تماماً على الرغم من يعني لو بنفكر بفكر استثماري بحث يعني على الرغم أنه لو أنت اشتغلت على المواهب الحقيقية تستثماري اللي ممكن تبقى إضافة اللي بتاخده من 10-15 لاعب بالطريقة اللي أنت بتاخد بتكلم عليها أشرف تقدر تخده من لعيب واحد يكون موهبة أحمد أو يرجع الأهلي للشكل اللي ظهر بيه قبل التاقف ويستعد في نفس الوقت للبوتولتين الأصعب السيزن ده أو بوتولتين من الثلاثة الأصعب يمكن السوبرليج جاية متأخر شوية عندنا وقت نفكر فيها ونحضر له براحتنا لكن أنت دخل على شامبينز ليج ودخل على كاس عالم وبالتالي ما عندك شوية طب خليني أرجع لفكرة هو منتعة رفاهية دلوقتي التيم وورك أنه الجميع كل وإحد ليه دور وبالتالي مش هنرمي الكرة في ملعب مثل كولر بس أو اللاعبين بس أو جمهور بس أو الإدارة بس لا كل المنظومة همتكلم في التيم وورك فبالتالي الكل ليه أو كل عنده مسئولية عن إعادة النادي اللي أهلي مرة تانية لمستوياته الطبيعية وأداءه الطبيعي والنتاج الطبيعي يعني متقلمنا على دور اللاعبين أهو أكلمنا على كولر أكلمنا على ميستر كولر نرجع نرجع اليوم الكامل مرة تانية مسلا أو أقول مسأل وارد يعني من ضمن الحاجات اللي كانت فيها تركيز بشكل كبير جدا جنرحان اللاعبين في أن أسماء شايف أنها محتاجة تقضى فرصة ومحتاجة نفعها في الملعب وأسماء محتاجة يعني ميستر كولر اشتغر الفترة الفاتحة خلي بالك بشكل كلنا كنا بنطالب به وهو الرتيش أنه الجميع يشارك وده طبيعي في فريق زي نادل يرعب في 4-5 بطولات خلال الموسم وبالتالي يشتغل بشكل سليم ولكن في بعض الأسماء بعيدة عن مستوياتها بشكل كبير وبالتالي ما ساعدتهش بشكل كبير أو ما ساعدتش نفسها أنها تبقى موجودة وعايز أقول أنه خلاص يعني وقت جي وقت أنه يبقى فيه تعقدات مهمة الفترة اللي جاية ويكون على غير أو على قدر المسئولية نروح للإدارة يرحل يعني بالإدارة مهمة جداً جداً الفترة اللي جاية يكون فيه تعقدات أنا عارف أنه وقتك خلاص تعقدات مهمة جداً جداً أنت محتاج وقلنا ده وأنا وإنتا قلناه من فترة طويلة جداً بقالنا موسمين بنقول النادي يالي محتاج سوبر مهاجم سوبر مهاجم مختلف عن طريق أداء اللعبين الموجودين عندنا في مصر إحنا ما عندناش مهاجم قوي حتى المهاجمين اللي جون من نادي الأهل الفترات الأخيرة الأفارقة ما كانوش على قدر المسئولية ما كانوش بالمستوى الجيد أنت محتاج مهاجم فايتر لأنك بتلعب فيه بطولات مختلفة أنت بتلعب في الدولة المحلي بتلعب في بطولة أفريقيا بتلعب فيه كاسل عامل أندي وبالتالي أنت محتاج مهاجم قوي جداً 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 نكون معاه قلنا محمد شريف مستوى جيد الشيدي حسين مستوى جيد مستوى جيد وما بنقولش أنهم لا يصلحوا اللعب نادي الأهلي ولكن لازم يكون فيه مهاجم فايتر مهاجم بمواصفات قوية جداً جداً جسمانية وبدنية وزهنية وفنية أنه يقدر يعمل فينيشنج على الجول لا مهم جداً جداً نتعاخد مع مهاجم سوبر الفترة اللي جاية فيه أسماء كتيرة موجودة ومطروحة مش هنقولها ولكن أتمنى إن شاء الله أن يكون فيه واحد من الأسماء اللي مطروحة أمام النادي الأهلي محتاج الجناحين مع الأجناح الموجودة يعني الكهرباء أعتقد أن مشكلته لسه يعني خلاص يعني بشكل كبير وحتى يعني أعتقد أن الكهرباء كمان كان حيبقا بعيد شوية عن مستوى بالتالي أنت محتاج تدعيم في هذه الجناح اليمين والجناح الشمال محتاج تدعيم في ناحا اليمين في الباك اليمين والباك الشمال لأن علي معلوم ما لهوش بديل أكرم توفيق محمد هني بعيد شوية ولكن نتمنى إن شاء الله أنه يقدر يستعيد مستوى ولكن ما عندكش في الحدى دي حد هتضطر ممكن تلعب بكريم فؤاد يعني حيبقى عندك مشكلة في الحدى القدام لأنه مثل كولر بيعتمد عليه بشكل كبير جدا نتيجة سرعاته والفينيش نجعل الجول وبالتالي يعني فيه التدعيمات محتاجة بالفعل خليني الأول أسم الموضوع لجزئتين الجزئة الأولى والناحية الجزء الأول مرتبط بالمحترفين الأجانب وعلى حد علمي يعني حسب المعلومات اللي قدرت أحصل عليها إنه الأهلي وكل الكلام اللي تقيل على الهاري والهابد السوشال ميديا ده يحطوا على جامعة الأهلي طبعا أنت بتكلم في إسمين أو ثلاث أسماء لو وفق الأهلي إنه يجيب اتنين لعيبة تحت سن هيكونوا على أعلى مستوى الديلمة في قصة أنت بتكلم نهاردة في تقريبا كل خطوط أنت شايف أنه محتاج أدعي مع علي معلول مع غياب أكرم طبعا وإصابته يرجع بالسلامة إن شاء الله تكتدعم خط النص محتاج مهاجم وأجنحة يعني الخمس أماكن اللي تكلمنا عنهم تحديدا أنت محتاج فيهم تدعيم بشكل جيد مهاجم جناح يمين يصار جمناح يمين هل يحتاج صانع على العب؟ لا أنت محتاج بس التركيز مع أفشا الشواشة نقدر يعود لمستوى تاني أفشا من أفضل العميل الموجودين في مصر لكن محتاج حد بمع أفشا أنت تعاقدت مع برونو صافيو شايف أنه توظيفه الأفضل أنه صانع على العب لأنه برونو صافيو لما بتدي له مهام كتير ما بيقدرش يقدي بشكل جيد وبالتالي أنت محتاج بس تفرغوا لحتة واحدة بس وهي ممكن يكون سعر عمل كرته حلوة ورؤيته كويسة فممكن يعني ما تسخلوش بمهام أكتر من إمكانياته وبالتالي ممكن تستفيد منه في الحتة دي أنا شايف أنه ده الحل الوحيد بالنسبة لبرونو صافيو مين من اللاعبين؟ طبعا ما أعتقدش مش مطار يعني مش ممكن أبدا كل الأماكن دي أو المراكز دي هتجيب فيها لعيبة محترفين وبالتالي أنت محتاج تلجأ لكواليتي المحلي مين من المحلي لفت نظرك قوي وتشوف أنه تركبته مش بس يعني خد بالك أنه فيه لعيبة مع فرقها بتبقى كويسة جدا لكن لما تجي نادي الأهلي لأهلي غير مين ممكن تقدر يعني أعتقد أنه هيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا في أنك تقدر أو الأندية تستغنى عن بعض اللاعبين خاصة أنه يعني كل الأندية خلاص بقى عندها طموح أنها تتواجد في الدول اللي هينزل بعد كده بفيه صعوبة كبيرة جدا يصعب وبتالي بفيه صعوبة شوية أعتقد أنه التدوير خارج الدور المحلي هيكون أفضل بكتير طيب نروح لمطشو سيراميكا بكرة وأخذ منك يعني تعليق سريع عليه وإحنا بنستعد جدول الترتيب قبل مباراة سيراميكا خليني أقول لكم طبعا الأهلي ما زال في استدارة جدول الترتيب سبعة فوز واثنين تعادل وصفر هزيمة كل إزا وبعدي وما فيش حالي غير والأفضل على مستوى الهجوم والأفضل على مستوى الدفاعي 23 نقطة الزمالك في المركز الثاني 21 نقطة ثم فيوتشر في المركز الثالث 19 نقطة وبعد كده التحاد السكنداري 18 أعتقد الجدول ده قبل مباراة الاتحاد والتحاد 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 والتسعة البيراميدز هيكون فوق الاتحاد والتحاد اه بريميدز خد 3 بمت النهارده لأنه كسب الاتحاد نتيجة جهور هي تحصف هيبقى يطلع 3 ثم بعد كده بقيت جدول الترتيب مصر أسوان طبعا ابتدى مع الرمادي الحقيقة عمل بشكل جيد صحيح وماشي بشكل كويس وفي النهاية طبعا الإسماعيلي وإمبي وحرس الحدود الفرق التلاتة دول أو الإسماعيلي وحرس ما كانوش يمكن حققه مكسب بغاية الإسبوع التامي ماتش سيراميكا بكرة سريعا جدا مباراة ازاي وإيه المطلوب من فرقتنا بكرة التركيز بشكل كبير أحمد سامي من المباراة تتعقع تغييرات في الطريقة أو في الأسماء أعتقد أنه مش حيغار بشكل كبير في الأسماء اللي كانت موجودة في أسماء تتمنى تشوفها بكرة أو تتمنى أنها تبدأ بكرة أو تتعقع أنها تبدأ بكرة أعتقد أنه ممكن يعني كريم فؤاد أحمد عبدالقادر شريف يعني يمكن الثلاثة لقدام أتمنى بس وجود أفشة وأتمنى الدعم من أفشة من البداية لأن أفشة مكان صافيو ولا جنب صافيو مكان صافيو مكان صافيو صافيو وأفشة ما يبكدوش مع بعض لا صعب جدا أنك بتخسر دور الاثنين يعني أنت عندك مشكلة كبيرة جدا في خط وسط ملعب ندى بجيب في ضغط كبير جدا على السلية وديانجا أو السلية وحمد فتحي ما تيجي أن التالي الدعم ما بيبقاش لي دور تماما ما مفعش بقاش لي دور دفاعي حتى ولو بسيط على الأقل التواجد في المنطقة دي لا أتمنى أفشة وتواجدهم بير أبوك إن شاء الله ما تلعبش بأربعة واحد أربعة واحد وتدي تكلفات دفعية أكتر للهاني والمعلوم مثلا يعني يساعدوا مع اللعيب اللي هيبقى خنوص الملعب شوف أثبتت أثبتت الطرق أو كل المنتخبات وكل الأندية وكل الدوريات الفترات اللي فاتت إنه إنت محتاج تركيز كبير جداً جداً في ناحية الدفاعية ولو فاكر تكلمنا سريعاً إن ميستر كولر من أهم مميزاته التنظيم الدفاعي وبالتالي مهم جداً إنك تشتغل على ده مع النواحي الهجومية إن شاء الله كل التوفير نادي الأهلي الفترة الجاية وإن شاء الله دعم الجمهور مهم جداً جداً أنا قولت الكلمة دي قبل ماتش اسموحة بس للأسف عادة مرة تانية ماتش بكرة مش ماتش تلاتة بونت ماتش بكرة مهم الرسالة مهمة جداً للجمهور جمهور أهلي مستني ماتش بكرة عشان يطمن على فرقته ويهدى شوية من اللي جاي ودور اللاعبين طبعاً دور اللاعبين ودور كل المنظومة تعيبة وإدارة وجهاز فني وبالتأكيد جداً جمهور النادي الأهلي اللي ننتظر والراهن أنا شخصياً أراهن على وعي وعلى دعم الفرقته ما عندكش بديل وما عندكش حل غالي أنك تدعم فرقتك عشان توقف تاني وترجع أحسن من الأول أشكرك يا أشرف أسعدتنا ونورتنا وشرفتنا شكرك جداً 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 سيد دامي بجودي معاك وكل توفيين نادل شكراً لكم على المتابعة دايماً نتقابل على كل خير في السادسة تحياتي لكم